السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتي وقناتكم ريحانة كمال نشارك معكم كيكة البرتقال بصوص رائعة جدا كيكة هشة أرطبة بمكونات متوفرة في كل بيت مدقها رائع جدا وصفة لناجحة بقوا معي لآخر الفيديو باش تسمعوا المقادير وكذلك طريقة التحضير شكرا لكل شخص كيوضع لايك للفيديو وكيخلي تعليق طيب وكيباغتاجي مع الأصدقاء شكرا لكم بزد بسم الله على بركة الله المكونات عندي ثلاثة ديال بيضات يكونوا بدرجة حرارة المطبخ كيس سكر فانيلا ممكن تعودوه بقشور الحامض أو البرتقال جوج أكياس من خميرة الحلويات رشا من الملح كأس إلا ربع منه الزيت ما يعادل 120 ميلي كأس من سكر سانيدة ما يعادل 100 جرام من الأفضل تكون رقيقة كأس من الحليب السائل ما يعادل 150 ميلي ممكن تعودوه بعلبة ديال ياغورت فانيلا أو طبيعي كأس من عصير البرتقال طبيعي 150 ميلي والطاحين غادي نذكر لكم القياس الوقت اللي غادي نضيفه كتاخدو الخلاط الكهربائي والاضطر بالكهربائي لكم اختيار كنوضع ثلاثة ديال البيضات مع رشا من الملح كيس سكر فانيلا اللي ممكن تعودوه بقشور البرتقال او الحامة تضيرو في المرحلة الاخيرة كنضيف الزيت والسكر وعصير البرتقال والحليب اللي ممكن تعودوه بعلبة ديال ياغورت وزن 110 جرام وضيفوه 1-4 كاس ديال الحليب الى ما عندكمش كيمية كلها حليب كنخفاق الكل جيدا مدة ديال 8 دقائق كنفرغو في ايناء كما لاحطو القوام ديال الخالد كيكون كريمي كنضيف الكأس الاول من الطاحين ما يحادي المائة جرام وكنخلط حتى كندمج مع العناصير الاولى هادي كنضيف الكأس التاني من الطاحين طبعا الحال الطاحين كيكون مغربل كنخلط جيدا بواسطة طراب اليدوي باش ما تبقاش لنا الكويرات ديال الطاحين وما الافضل تغرب له مرة ولا جوج ديال المرات كذلك عندي الكأس التالت كنضيفو كامل حيث عندي السوائل كتار عندي عاصر برتقال والحليب وكنضيف هنا جوج اكياس من خميرة الحلويات ما يعادل 14 جرام بين النسبة الكؤوس ديال الطاحين راها كؤوس مملوئة كما لاحطو معي في حالة كان عندكم الخالط شوية خفيف كتضيفو مقدار ملعقتان من الطاحين هنا كتكسبو رقم تمانية كتكسب معاكم ما كتقطع شعرفو ان الخالط ديالكم جاهز وخضى الكيمية الكافية ديال الطاحين في هذه الأثناء كنشعل الفران فرن الغاز كيكون نار غير من الأسفل مخدية المولقية 22 سنتيم دهنتو بزبدة ورشيتو بطحين وكنفرغ الخالط وندخلو الفران يكون متوسط درجة الحرارة نوجدو الكريمة اللي فيها ملعقتان من سكر سنيدة كأس من عصير البرتقال الطبيعي وملعقة كبيرة من النشا او بودرة الكريم باتيسير ونديرها فق النار حتى كتكون هكا القوام ديالها شوية كاتيف بعد ما طابت لي الكيكا قلبتها خليتها على هاد الوجه هادا قدي نزينها بالكريمة هو بالافضل تكون الكريمة دافية شوية والكيكا تكون باردة او العكس وكتزينو بها الواجه ديالها قدرت لها شوية ديال الشكلات السود كيكون بحكوك وكنقطعها كاتجي رائعة جدا ممكن تخليوها على الوجه ديالها ودلوا لها الصوس على الوجه ديالها كدلك يبقى لكم كامل خسيار طبيعة الحال المهم ان الكيك تنجح معكم اعطوها طحين ديالها الكافي والوقس ديالها الكافي الطياب على 180 مدة كتاخد ما بين 35 حتى ل40 دقيقة فرن متوسط درجة الحرارة ما ما يكونش عالي بالنسبة للاخوات اللي عندهم فرن الكهرباء رغم ما الافضل تشعلو لتحت هو الول حتى تبدأ كتنفخ وكتتحمر من الجناب عاد ممكن تشعلو الفوق واللي عندهم ديال غاز العادي رشعلو لها لتحت نفس الشي حتى كتنفخ وكتبدا كتتحمر عاد ممكن طلعو الفوق تشعلو لها الفوق كتتاخد اللون اللي كيكون محمر انا عندي اه كوزينيير في هال مروحة ما عنديش كيش عالي تحت والفوق كيش عالي غير تحت فقط ما كنش عاليش فوق نهائيا كيطيب الكيك كيتحمر كنخرجو لاحظوا القوام ديال هجحة الخفيفة وهشة ورطبة استغلو البرتقال متواجد هاد الايام بكترة وحضروا الوصف بصحتكم وراحتكم كنن اكد مرة اخرى ممكن تعودوا لحليب السائل بعلبة ديال ياغورت اما بانيلا او طبيعي وزن 10 جرام وبصحة والراحة في امال الله